تابعة قوات الجيش العربي السوري تقدمها اليوم باتجاه قرية البويضة وفجر هذا اليوم استطاعت تحريرها بالكامل رجال الوطن الأشاوس يدحرون الإرهابيين ويطهرون مدينة القصير وريفها بالكامل الله بحي الجيش الله بحي الجيش ارتياح شعبي عارم لتقدم حماة الديار على الأرض وريف حماس شرقي على موعد مع التطهير الكامل تركيا تلتهب بوجه أردوغان وانحنائته أمام الغضب تزيد نار التظاهرات المطالبة بإسقاطه نشرة الأخبار من تلفزيون الدنيا في دمشق السلام عليكم ورحمة الله أعادت وحدات قتالية في الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى منطقة البويضة الشرقية في ريف مدينة القصير بعد القضاء على المسلحين فيها فيما تستمر وحدات الملاحقة والكماء بعملياتها الدقيقة للقضاء على من تبقى من حملة السلاح هناك وقد أكد مصدر عسكري لقناة الدنيا مصادرة أسلحة محرمة دوليا وصواريخ لاو إسرائيلية الصنع وألغام وذخيرة وقناصات في المنطقة ترجمة نانسي قنقر نحن الآن أمام أحد المشاف الميدانية التي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمها في قرية البويضة الشرقية هذه المشفى هي أصلا مدرسة الشهيد أحمد بكار كما تلاحظون قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بتخريبها ودمارها واستعمالها كمشفى ميداني داخل هذا المشفى يوجد العديد من الغرف التي كانت أصلا صفوف مدرسية قامت المجموعات المسلحة بتحضيرها كمستودعات أدوية كما تلاحظون بالإضافة إلى الأدوية الأجنبية الصنع التي كانت تصل إلى المجموعات الإرهابية المسلحة هنا غرفة العمليات كان هنا عدد كبير من المصابين الذين كانوا يقومون بعمليات جراحية لهم منهم من كان يوضع على الأرض ومنهم من كان يوضع على السرير هذا يدل على العدد الكبير من المصابين عند المجموعات المسلحة الأبرز هو هذا النفق حيث كانت تختبئ في الداخل كما تلاحظون نفق كانت تقوم بسحب المجموعات المسلحة بالتنقل هنا بنقل الجرحة بنقل الذخيرة أيضا للاختباء هذا النفق أيضا يؤدي إلى منطقة أخرى تابعة قوات الجيش العربي السوري تقدمها اليوم باتجاه قرية البويضة وفجر هذا اليوم استطاعت تحريرها بالكامل وأثناء التحري والتفتيش في قرية البويضة عثرة على نفق مليء بالذخيرة والعتاد والأسلحة ونشاهد هاون عيار 60 ميلي متر وقذائف صاروخية هذه الأربعة هذه إسرائيلية لاو إسرائيلية الصنع كما نشاهد رشاشات دوشكا وأيضا نشاهد صواريخ بي تسعة صواريخ حرارية ومدفع ميم دال مدفع ميم دال أيضا كمان ألغام ميم دال بالإضافة صناديق كثيرة من الذخيرة وعناصرنا الآن يفرغ المستودع الذخيرة موجودة بالمستودع ضعف هذا الذي ترونه أمامكم ترجمة نانسي قنقر اعتادوا العيش في الظلام وتحت الأرض في جحور تليق بهم وهذه مخلفاتهم بعد أن سحقوا على يد رجال الجيش العربي السوري متاريس هنا وأنفاق هناك شراذ ممعكوسة منكوسة ظنت أنها بكثرة رجسها ورجس أدواتها قد تقتل الحياة في سوريا ولكن ما إن وطأت قدم رجال الجيش العربي السوري أرض القصير حتى هللت كل ذرة تراب من أرضه وانقشعت تلك الشراذ عمليات التفتيش والملاحقة مستمرة في أطراف مدينة القصير وريفها وصلت إلى الصالحية والمسعودية والضبعة أما هذه السيارات التي تحمل أرقاما غريبة فكانت تستخدم كمستشفيات ميدانية وهذه الذخيرة كانت لقتل الشعب العربي السوري سرايا الجيش العربي السوري تدك التلال وتطوي الجبال فويل للقاسية قلوبهم من وقوفهم أمام جبروت رجال الله أجواء الانتصارات التي يحققها بواسل جيشنا على الأرض انعكست ارتياحا لدى الشارع السوري وفي حمص كان للناس هناك كلمتهم فيما يتحقق من انتصارات على الإرهاب وأدواته لا يزال الانتصار الكبير الذي تحقق على أيدي أبطال الجيش العربي السوري في القصير يشكل الحدث الأبرز الذي يستحوذ على اهتمام المواطن السوري وبخاصة أبناء مدينة حمص لما لهذا الانتصار من تأثيرات إيجابية شتى على مختلف المناطق الأخرى ثقة أهل مدينة حمص بالجيش العربي السوري كبيرة جدا وهم واثقون من أن النصر قادم في كل المناطق السورية كما تحقق في مدينة القصير جيشنا من طول عمره منصر من طول عمره بطل والله يقويه ويحميه لسه بعد رح يحقق انتصارات أكتر إن شاء الله كثير كثير عظيم كثير عظيم والله يوفقهم وهنيهم ويخلينا الدكتور بشار الأسد انتصار كبير على يد الجيش العربي السوري يعني بيطمن هالبلد إن شاء الله تقدم للخير مو بس لخصير بكافة الحق البلد والله كان انتصار كبير وبيرفع الرأس بوسطة الجيش الباسر الجيش المغوار لازم يرجع كل شيء مثل ما كان ترجع الأهالي بفضل الجيش العربي السوري هذا انتصار نحنا بنرفع رأسنا فيه لأنه هذا الجيش هو مننا وفينا وهذا شرف لنا كبير ونحنا ما منتوقع من الجيش العربي السوري لأنه ينتصر إن شاء الله بالإذن الله من نصر إلى نصر وتحت رعاية السيد الرئيس نحنا دائما القيادة الحكيمية راح تقودنا إلى الأفضل نرفع رأسنا كثير بالجيش العربي السوري ونتشكرهم وإن شاء الله إلهي بنطفونا المنطقة كل إياتا بنطفونا سوريا كلها وترجع مثل ما كنا أول انتصار رفع معنويات الجيش والشعب وكل العالم مبسوطة بالانتصار وعن هذا الانتصار كل إياتنا كنا منتظرين وكان عنا أمر كبير بهالشي ونحنا عنا سيقة بجيشنا العربي السوري جدا قوي ما في إنجاز من بعد هالإنجاز اللي صار وإن شاء الله عقبال كل سوريا انتصار عظيم للجيش العربي السوري الله يحمي الجيش وقاد هالوطن بشار حافظ الأسر الانتصار اللي صار بمدينة القصير رفع رأسنا وإن شاء الله يا رب بتكتمل الفرحة بالنصر الكبير على كل آداء الوطن وآداء سوريا ربما تبتعد مدينة القصير عن مدينة حمص جغرافيا إلا أنها في موقع القلب بالنسبة لكل مواطن في حمص لذلك الانتصار في القصير هو انتصار لكل أهالي حمص لأخبار قناة الدنيا أحمد العاقل حمص موسيقى وبالعودة إلى مدينة حمص فقد استشهد عدد من المواطنين واصب آخرون جراء تفجير إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة أمام دير المخلص في حي العدوية السكني بالمدينة وقال مصدر مسؤول أن الإرهابية الانتحارية فجر نفسه بسيارة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أمام دير المخلص ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح وأضاف المصدر أن تفجير الإرهابي أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارات المركونة والبنى التحتية في المكان موسيقى موسيقى مرة أخرى يعود الإرهاب ليضرب حياة السوريين من جديد اختلفت الأوقات والأماكن ولكن العنوان واحد الإرهاب والموت الهدف أيضا واحد ضرب عزيمة وإرادة الحياة وتوزيع ثقافة الجهل والموت محافظة حمص كانت هدف الإرهابيين وعنوانهم وتحديدا حي العدوية السكني أمام دير المخلص الذي يأوي عشرات الأسر المهجرة جراء إرهاب المجموعات المسلحة الأمر الذي أدى لاستشهاد عددا من المواطنين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالسيارات المركونة والبنى التحتية في المكان الله يساعد العالم مو حرام مو حرام الله لا يوفقون الله يلعن أخطي شباب من السوان هالمرة هاي ما لا أعاد يوافق ماذا لأنه وائب وجد للحرام مو حرام الله لا يوفقون لدينا الحرام هاي لأنه أكلوا ضربي ماكني بالقصير هذا الإرهاب القزر هدفه يقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين فقط لا غير أكيد ردا على هزيمته بالقصير شو زنب هالأطفال شو زنب هالبيوت اللي متروح يعني نحنا ببيوتنا شو عاملين لهم إن شاء الله بيشربوا أسوأ من هذا الكاس اللي بعتوا لنا إلهي يهدهم إن شاء الله إلهي كله تنزل عليهم إلهي إن شاء الله بيشوفوا أحفادهم وولادهم شقفوا نتف إلهي يبليهم إن شاء الله بأعظم ما عنده لأنه عن جد أكتر من هيك الواحد ما في يشوف مهما اشتدت المحن وتعظمت الأزمات فإن السوريين في كل الأوقات والأماكن يصرون على دحر الإرهاب وأدوات شره ومن يقف خلفه لتصل رسالة إلى كل العالم أن سوريا هي أرض المحبة والسلام ومن يعمل على خرابها ودمارها أو المس بشبر أو ذرة من ترابها ستشل يده وضمن عملياتهم الإجرامية فجر إرهابيون اليوم عبوة الناس فزرعوها بجانب دوار الظهور وسط مدينة القامشلي بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بجروح إضافة لأضرار مادية في السيارات المركونة بالمكان وعلى الأرض تصد بواسل جيشنا لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاعتداء على الأهالي في قرية القحطانية بريف القنيترة وألحقت في صفوفها خسائر كبيرة كما تم تدمير رشاش ثقيل كان بحوزة الإرهابيين وإقاع معظمهم قتلى ومن بينهم متزعم المجموعة الملقب أبو جبريل وفي ريف دمشق اشتبكت وحدات من جيشنا الباسل مع مجموعة إرهابية مسلحة جنوب وشمال برج المعلمين ودوار المناشر في جو باربري في دمشق وأوقعت العديد من أفرادها قتلى ومصابين من بينهم الإرهابيين عمر السلاخ وفتح الجمال كما قضت وحدة من حماة الوطن على مجموعة إرهابية تطلق على نفسها اسم كتيبة اليمان في بساتين برزا ومن بين القتلى خالد الحللي والإرهاب السعودي معمر الدهسري في إطار عملياتها المتواصلة ضد الإرهابيين في درعة وريفها دمرت وحدات من جيشنا الباسل اليوم عددا من تجمعاتهم وأوكارهم بما فيها من أسلحة وذخيرة وأدوات إجرامية وعرف من القتلى الإرهابيين الأردنيين في راس خالدون بطانية وخليل أحمد سرايحة إضافة إلى محمود العبدالله وعبدالله العودة وغالب المحمود وفي ريف السلمية بحماة دمرت قواتنا المسلحة رجيمة صواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة المتنوعة أيضا اشتبكت وحدات من جيشنا الباسل اليوم في ديريزور مع مجموعة إرهابية مسلحة كانت ترتكب أعمال سلب ونهب وقتل كما تم القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة تطلق على نفسها جبهة الأصالة والتنمية وعرف من بين القتلى جدعان حسين الأحمد وجاسم الجمالي في ريف إدلب نفذت وحدات من جيشنا الباسل اليوم عدة عمليات نوعية ضد أوكار وتجمعات للإرهابيين أسفرت عن القضاء على أعداد منهم بينهم أردنيون وكويتيون ومصريون وأسعوديون وعرف من القتلى الإرهابيان الأردنيان راعي حسن وعبد الرحمن صفضي والإرهابيون الكويتيون محمود العيسى ومحمد شيخوني وعدنان عجان الخليل في محافظة حماوة تحديدا في الريف الشرقي الشمالي أعادت وحدة من الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى قرية الشعيتة بعد القضاء على العناصر الإرهابية التي كانت تتواجد فيها ومصادرت ما بحوزتها من أسلحة وذخيرة عذرا سنبلة القمح وصبرا أيتها الأرض الطاهرة فمحصول القمح هذا العام قدم قربانا على مذبح الخلاص من إرهابيين مرتزقة أرادوا من بيوت وأراضي قرية الشعيتة مقرا لهم ونسوا أن للبيوت سكانها وللأرض رجالها وحراسها وهم رجال الجيش العربي السوري يد الغدر والإجرام أرادها إرهابيوها أن تمتد إلى هنا إلى الريف الشرقي الشمالي من حما فامتدت لتقطع هنا على هذه الأرض تقطع هذه اليد بالكامل في قرية الشعيتة التي حاول الإرهاب أن يترك بصماته فيها إلا أن رجال الله قالوا كلمتهم ولم يبق من الإرهابيين سوى شاهد هنا وآخر هناك يدلل على وجودهم وهنا كهوف ومغاور تخذها الإرهابيون مقرا لهم ملأوها بكل ما يلزم من المواد الغذائية والطبية مواد تركية وأمريكية الصنع ظنوا أن إقامتهم ستطول قبل أن يقيموا في مذابل التاريخ وهذه مخلفاتهم صواريخ وذخيرة وسيارات تركوها وولوا هاربين إلى غير رجعة تحت ضربات الجيش العربي السوري التي أنهت حلم الإرهابيين المرتزقة بالعبث بهذه القرية والسيطرة على خيراتها ونتاج أرضها وفي إطار ردود الفعل الشعبية على إنجازات الجيش العربي السوري في الأقصير وريفها خرجت في مدينة إدلب مسيرة شعبية حاشدة هتف المواطنون فيها للوطن والجيش الذي يعقدون عليه أمل تطهير كافة الأراضي السورية من عصابات الإرهاب المسلحة الله بحي الجيش الله بحي الجيش الله بحي الجيش بسوري الله يحمي وبتعشت سوري الله يحمي غير التاقي من النício وقتصر الله سوريا و البشار اشتركوا في القناة بعد ساعات من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لارسال قوات روسية لتحل محل عناصر الكتيبة النمساوية في حال طلبت الامم المتحدة ذلك جددت روسيا استعدادها لارسال هذه القوة وقال جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي انه في حال كانت الامم المتحدة قلقة حقا بشأن الوضع في الجولان السوري فان ارسال القوات الروسية لتحل محل الكتيبة النمساوية سيكون هو الحل وفي تعليقه على تبرير الامم المتحدة بان اتفاقيات السلام الدولية تمنع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قال جاتيلوف انه لم يعد هناك حاجة للاشارة الى قيود تعود الى نحو 40 عاما وان مهمة دعم السلام والاستقرار يتطلب نوعا مختلفا من التفكير السياسي وهذه القضية هي قضية مجلس الامن الدولي من جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوم الروسي اليكسي بوشكوف ان نشر قواتا روسية لحفظ السلام في الجولان يعني عودة استراتيجية لروسيا الى الشرق الاوسط وفي هذا السياق اكدت وزارة الدفاع الروسية استعدادها لتخصيص الوحدات العسكرية اللازمة لتنفيذ المهمة في الجولان اذا تلقت امرا من الرئيس الروسي هذا فيما قالت الامم المتحدة انها ستنظر في اقتراح روسيا ارسال قواتها عوضا عن الكتيبة النمساوية في الجولان اكد رئيس مجلس الوزراء السوري والحلقي خلال لقائه وفدا برلمانيا وعالميا مصريا اكد اهمية دور البرلمانيين العرب والاعلام الوطني والقومي بتصدي للاقلام المأجورة والقنوات الاعلامية المضللة والمرتهنة للخارج وفضح طبيعة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها الامة العربية وعلى رأسها سوريا اخر قلاع الصمود والمقاومة في المنطقة العربية هذا وقد التقى الوفد رئيس اتحاد الصحفيين الياس مراد الذي اطلعهم على واقع الصحفيين والاعلاميين في ظل الاوضاع التي تعيشها سوريا وفد برلماني واعلامي مصري يزور سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع فيها وتأكيد على وقوف الشعب المصري وتضامنه مع الشعب السوري الوفد كان له جولة التقى من خلالها رئيس الحكومة وائل الحلقي الذي اكد على دور البرلمانيين العرب والاعلام الوطني والقومي بالتصدي للأقلام المأجورة والقنوات الاعلامية المضللة والمرتهنة للخارج وفضح طبيعة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها الامة العربية وعلى رأسها سوريا في لقاءنا مع دولة رئيس الوزراء احنا تبحثنا الازمة من كافة الوجه تحدثنا عن المعارضة الداخلية وكيف تفكر تحدثنا عن المعارضة المتآمرة في الخارج تحدثنا عن الدول العميلة التي ارسلت النفايات البشرية لمحاولة تدمير سوريا تحدثنا عن الحلول وعن المجهودات التي تبزلها دولة سوريا من اجل حسم المعركة الوفد المصري اكمل جولته ليلتقي لياسم راد رئيس اتحاد الصخفيين السوريين واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مراد قدم للوفد شرحا اطلعهم من خلاله على الازمة التي تمر بها سوريا وعن واقع الصخفيين والاعلاميين بظل هذه الظروف والتحديات التي يتعرضون لها والاستهداف الكبير للمؤسسة الاعلامية بدورهم اعضاء الوفد قالوا ان المسألة تتعلق بتفكيك الدولة السورية واتينا الى هنا كي لا نبقى محكومين بخطاب اعلامي موجه ولاننا شركاء في الهم السوري اطلعنا على الوضع السوري الوضع السوري وما يجري على الارض السورية وانتصارات الجيش العربي السوري في كل مناطق ندى نولى المشتعلة وبالذات في الجبهة القسيرة بالنظر الى ان سوريا اهم حبات عقد المقاومة في مواجهة المشروع الامريكي السوري اتفعنا وتبدلنا وجهة النظر حول الازمة السورية بضرورة التبني مواقف محددة في مسائل ما يتعلق بالمصلحة الحفاظ على وحدة الدولة السورية قول واحد الوفد اعرب عن امله بان تنتصر سوريا على هذه المؤامرات وان تعود وحدة كاملة متكاملة وان ينعم الشعب السوري بالامان والاستقرار وفيما يخص الاعلام فتمنى الوفد ان تعود الصحافة السورية الى سابق عهدها تعلم باقي الوطن العربي كيف تكون الصحافة في فندق الدمروس في دمشق اجتمعت اللجنة الحقوقية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني الذي عقد في دمشق في اذار مارس الماضي لمناقشة جدول اعمال اللجنة وفي مقدمة ما تم مناقشته ملف الموقفين والمخطفين وتفعيل المواد الواردة في قانون العقوبات المنظمة لهذه الحالة وكذلك الرسوم المرسوم التشريعي الاخير رقم 20 لعام 2013 الخاص بقانون العقوبات كذلك مناقشة امكانية تعديل بعض المواد من الدستور كما تم الحديث عن المعامل التي سرقت بشكل منظم من قبل الحكومة وحزب العدالة والتنمية في تركيا هذا وسينبثق عن هذه اللجنة الحقوقية لجنة مصغرة تقوم بصياغة جميع مقترحات المشاركين في اللجنة طبعا اليوم يأتي اجتماع اللجنة الحقوقية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني في إطار السعي والتحضير المستمر من قبل لجنة ملتقى الحوار الوطني لتفعيل عملها وذلك من خلال طرح مشاريع جدية وحقيقية في عدد من الجوانب التي سيناقشها المؤتمرون أبرز العناوين التي تتناقشها باللجنة الحقوقية المنبثقة عن مؤتمر تهران ومؤتمر الحوار الوطني السوري هي موضوع الملفات الموضوعة بجدول الأعمال ملف الموقوفين ملف المعتقلين ملف المخطوفين اجتماعنا حاليا في دراسة ملفات من المخطوفين والموقوفين والدستور والمسروقات التي سرقت من المعامل وهربت إلى تركيا وكذلك في ريف دمشق وعندنا كمان عدة بسقط عنا هلأ مع الحوار الآثار كانت ممسكورة فهلأ عن ممسكرة تسلمت وزارة الصحة من سفارة جمهورية إيران الإسلامية بدمشق خمس عشرة سيارة إسعاف مجهزة لدعم منظومة الإسعاف وقال الدكتور سعد النايف وزير الصحة خلال تسلمه السيارتين إلى أن الوزارة تبذل قصار جهدها لتلبية المزيد من الخدمات الإسعافية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين على حد سواء وأشار الوزير إلى أن توفير سيارات الإسعاف الجديدة يأتي بالتوازي مع الجهود المستمرة للوزارة فيما يخص إعادة تأهيل وتقوية خدمة الإسعاف لافتا إلى أن الوزارة قد وفرت خلال الأسهر الأخيرة مجموعة إسعافية متكاملة وعبر وزير الصحة عن تقدير الوزارة للدعم اللامحدود الذي تقدمه جمهورية إيران لتلبية مختلف الاحتياجات الصحية في سوريا في وقت قامت به جهة معادية لسوريا بفرض عقوبات اقتصادية طالت جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي بداية لا يمسعني إلا أن أقدم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم المتواصل إلى الجمهورية العربية السورية في كل مناحي وخاصة المناحي الصحية التي تخص وزارة الصحة آخر دفعة تم تسلمها اليوم هي عبارة عن 15 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا هذه الهدية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في إطار تدعيم منظومة الإسعاف في القطر العربي السوري وسيتم توزيع هذه السيارات الخمسة عشر على ست محافظات في القطر كل حسب حاجته وحسب الضرر الذي تعرض له من قبل العصابات الإرهابية التي دمرت هذه السيارات نحن كجمهورية إيران الإسلامية مستمرين بلقوف إلى جانب الدولة الشقيقة سوريا وسنبقى نقف مع سوريا دائما وبإذن الله سوريا منتصرة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بدأت مجموعة ساعد التطوعية حملة إيدنا خضرة في قصر العظم بدمشق وذلك بالتعاون مع مؤسسة فضل لتنمية والثقافة ومدورية الآثار والمتاحف بغية تقليم وتزيين حدائق قصر العظم بالإضافة إلى دهن بعض النوافذ والأسوار الخارجية وتأتي الحملة بحسب ميسى إبراهيم مديرة قصر العظم ورئيسة مجلس إدارة فريق ساعد بهدف تنشيط الأماكن الأثرية وتفعيل السياحة الداخلية إليها بالإضافة إلى خلق مواطنة فاعلة لا سيما أن هذه الأماكن هي ملك الشعب حيث تضع الحملة نصب عينيها إعادة ربط الناس بتاريخهم وتراثهم وحضارتهم وأضافت إبراهيم أن حملة إيدنا خضرة تأتي استكمالا لحملة سوريا بلدي التي قامت بها مديريات الآثار والمتاحف للتعريف بأهمية الآثار السورية وتشجيع المجتمع المحلي على القيام بدوره لحمايتها التقى وزراء ثماني دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا في بروكسل لتعزيز تعاونهم للتصدي للتهديد الذي يشكله من أطلق عليهم اسم الجهاديين الأوروبيين الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال مع المجموعة الإرهابية المسلحة واحتمال عودتهم إلى أوروبا لم يعد قناع كهذا كافيا لإخفاء هوية الإرهابي أو حتى هوية الدولة المتورطة بإرساله ففي موقف متأخر للاتحاد الأوروبي وتحسسا من مخاطر عودة الإرهابيين إلى دولهم قرر وزراء داخلية ثماني دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وهولندا باجتماع ببروكسل قرروا تعزيز تعاونهم للتصدي للتهديد الذي يشكله من أطلقوا عليهم اسم جهاديين أوروبيين الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال مع المجموعات الإرهابية المسلحة واحتمال عودتهم إلى أوروبا وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أكد أن أكثر من ستمائة أوروبي بينهم مائة وعشرون فرنسيا توجهوا إلى سوريا منذ بداية الأزمة للقتال في صفوف المجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة بينما تقر السلطات البلجيكية بأن عشرات البلجيكيين ذهبوا إلى سوريا وخلال اللقاء أكد منصق مكافحة الإرهاب في الاتحاد جيل دوكيرشوف أن المقاتلين الأجانب بضعة آلاف إذا ما أضيف الذين يغادرون دول البلقان وشمال أفريقيا بينما اقترح الوزير الإسباني ألبيرتو رويز كلاردون مشروع قانون يسمح بتدخل القانوني بحواسيب الأشخاص الذين يشتبهوا بارتباطهم بالإرهاب أو اللصوصية ويلتقي الوزراء الأوروبيون مجددا في أيلول المقبل بهدف إقامة شراكة أمريكية تركية لتعزيز الأعمال المنسقة في ظل تورط حكومة أردوغان التركية بدعم المسلحين المتسللين إلى سوريا لوجستيا وتقنيا وعسكريا وتسهيل مرورهم بعدة طرق باعتراف العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية ووسائل الإعلام انطلقت مسيرات حاشدة أمس في غزة والضفة الغربية وعدد من الدول العربية والأجنبية في إطار فعالية المسيرة العالمية إلى القدس تعبيرا عن التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وذكرت بكالات أنباء فلسطينية أن الفعالية المركزية انطلقت في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة رفع خلالها المصلون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته وسياسته في حين اعتصم عشرات الفلسطينيين في باحة باب العمود التي تعد إحدى أشهر بوابات القدس القديمة ورفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الوطنية التي تطالب بزوال الاحتلال ووقوف العرب والمسلمين والعالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حريته وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكانت الأردن واحدة من سبع دول عربية شهدت أمس أيضا مسيرات مشابهة نصرة للقدس المحتلة وحاول المتضامنون الأردنيون الوصول إلى منطقة الأغوار للمشاركة في مهرجان جماهري عند أقرب نقطة ممكنة إلى القدس تعبيرا عن تمسكهم بعروبة القدس في القدس المحتلة عبر سكانها العرب عن آلامهم وآمالهم في ذكر احتلال المدينة المقدسة كما عبروا عن خيبة أمالهم من تخاذل العربي تجاه قضية فلسطينة والقدس القدس تبكي والقدس تستصرخ الأم العربية والإسلامية نحن تحت احتلال وهذه سياسة برمجة ليس من اليوم القدس تناشد نحن كان أملنا بالزعمات العربية والربيع العربي اللي حكوا عنه بس مع الأسف الشديد نحن من سيء إلى أسوأ من يوم ليوم للأسف يعني أنه نحن العمالهم نلاحظون كثير من الناس المسلمين يعني مش ملقين إلهبال حتى الزعماء وحكام العرب مش مهتمين لأهالي القدس ولا عمال بدعموهم لا من قريب ولا من بعيد نسأل الله يصلح أحوال أمة محمد المسلمين وجمعهم على تقوى لا إله إلا الله ويفكوا الأسر عن مسجد الأقصى بجاه لا إله إلا الله زعلنا على الحرم اللي بدهم يخدوه أهم إيش الحرم عندنا أهم إيش عندنا بالحرم اللي هاي هم كل يوم التاني هما نزلين عليه شو بدنا أحسن من هالإشي يعني أكدت حملة تمرد التي أطلقها شبابهم في مصر لجمع 15 مليون توقيع من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي والدعوة لانتخابات الرئاسية جديدة إصرارها على مواصلة تحركها حتى تحقيق أهدافها مشددة على أن الاعتداء الإجرامي على مقرها في القاهرة وعلى اجتماع الحركة بضمنهور فجر اليوم وكل خطوات التخويف والترهيب لن تثني الحملة عن مواصلة طريقها الداعي إلى مظاهرات في الثلاثين من حزيران من أجل انتخابات رئاسية مبكرة وقال التمرد في بيان نشرته صباح اليوم إنه في حلقة جديدة من حلقات الإجرام والإرهاب يواصل نظام حكم مرسي أسلوب الحكم عن طريق الميليشيات والبلطجة ما جعل هذا النظام القمعي الإرهابي يرتكب جريمتين في يوم واحد لا يفصلهما غير ساعات الجريمة الأولى كانت الاعتداء بالضرب والبلطجة واقتحام اجتماع للتيارات السياسية وفي القلب منهم شباب تمرد بيد منهور أما الجريمة الثانية التي تكشف طبيعة هذا النظام القمعي الذي يحكمنا بميليشيات إرهابية مجرمة فكانت محاولة إحراق مقر حملة تمرد الرئيسي بالقاهرة بما يكشف عجزة وضعف وخوف هذا النظام الذي اقتربت نهايته بكل تأكيد منعت سلطات حركة النهضة الحاكمة في تونس ثمانية دعاة من دولة خليجية لم تحددها منعتهم من دخول البلاد في سابقة هي الأولى من نوعها بعد أن كانوا يعاملون معاملة الرؤساء والملوك في تونس وذلك عقب الانتقادات التي وجهتها المعارضة التونسية لحركة النهضة باستقدام دعاة محسوبين عليها يصدرهم شيوخ البيترودولار الوهبيون إلى تونس وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات التونسية عن منع دعاة قادمين من دول الخليج من دخول البلاد دون أن تكشف اسم الدولة التي قدم منها هؤلاء ولا عن طبيعة الأنشطة الدينية التي كانوا يعتزمون القيام بها إلا أن المعارضة ووسائل علامة تونسية تؤكدوا أن جمعيات إسلامية تونسية تتلقى تمويلات ضخمة من قطر والسعودية لنشر الفكر الوهبي في البلاد وتغيير نمط المجتمع بينما تشير من جهة ثانية إلى وجود جمعيات إسلامية تونسية تقوم بتجنيد شبان تونسيين وترسلهم إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة تحت مسمى الجهاد في تركيا أعلن رئيس بلدية إسطنبول العدول عن إقامة مركزا تجاريا في ميدان تاكسيم والاستعادة عنه ببناء متاحف هذا وتستمر الاحتجاجات في تركيا ويستمر أردوغان في قمعها وبينما يخرج اللسان الأوروبي عن صمته حيال ما تستخدمه الشرطة التركية ضد المتظاهرين من قوة مفرطة يهزأ الطيب بشركائه الأوروبيين عندما يشبه الاحتجاجات ضده بالاحتجاجات الأوروبية السابقة متناسيا أن ربيعة تركيا حفرته التي وقع بها إذن خمسون بالمئة من الشعب هم مدعوون لحفل الزفاف هذا طالما أردوغان قال أن نصف الشعب معه وطالما أيضا أن العروسين اختارا الساحات الاحتجاجية ضد سياسة العدالة والتنمية مكانا لشهر العسل أما الأجواء هنا فتؤكد أن الدعوات مفتوحة لجميع الأتراك باستثناء أردوغان الذي راح يتخبط مع استمرار الاحتقان في الميدان ودخول المتظاهرين مرحلة العصيان بعد خطاب السلطان وتعنته ونعته لمطالبي الحرية بالمتطرفين اشتعلت الأجواء ووصل ليل تركيا بنهارها وأرهقت رشاشات المياه في مركبات أردوغان القمعية حتى باتت عاجزة عن إطفاء نفسها حين تمادت على جموع مطالبين باحترام الحقوق والإنسانية هذا المشهد يختصر القضية فألوان الحياة التي أطلقها المتظاهرون تعبيرا عن سلمية ثورتهم خاف منها السجان فرح يطفئ كل الألوان ليجلس في عتمته متخبطا ذلك الأردوغان بين معتذر أو معترف بما اقترفت يدى شرطته من عنف وبين مستنكر من ردود فعل الحلفاء الأوروبيين الذين خيبوا ذنون حفيد العثمان وانطلقوا يتحدثون في مؤتمر في اسطنبول عن ضرورة وقف العنف الأردوغاني ضد الشعب التركي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد هذه المظاهرات ليس له مكان في ديمقراطية يجب إجراء تحقيق محايد في مدى إفراط الشرطة في استخدام القوة ضد المتظاهرين أمام ملامح التخل الأوروبي عنه ارتجف صوته السياسي واهتزت ربوشه العثماني ورح أردوغان يستنكر تصريحات المندوب الأوروبي ويستذكر ما سبق لأوروبا أن شهدته ما يحدث من الاحتجاجات في تركيا شبيه بأعمال الشغب التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة بين المتطرفين والمشاغبين يتوه رجب طيب أردوغان في وصف زحمة الميدان ويواجه غضب المحتجين في مزيد من التعنت بطفئا أضواء الإعلام عن فجيع الإخوان بحجة أنها لا تريد تركيا قوية حث الرئيس الصيني شين جين بيانج مع نظيره الأمريكي بارك أوباما أمس في منتجع صاني لاندز بولاية كاليفورنيا الأمريكية حث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ونقلت وكالة الأنباء الصينية شين خوا عن الرئيس الصيني قوله خلال المباحثات إنني أجتمع هنا مع الرئيس الأمريكي لوضع برنامج لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية وإجراء التعاون عبر المحيط الهادئ وأشارت شيء إلى أن البلدين يتقاسمان مصالح مهمة ومتقاربة من تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الانتعاش المفترض للاقتصاد العالمي إضافة إلى معالجة القضايا الساخنة الدولية والأقليمية والتحديات العالمية أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا أن الرئيس السابق نيلسون منديلا البلغ من العمر 94 عاما أدخل المستشفى مجددا اليوم السبت وذلك بسبب التهاب رئوي مضحة أنه في حالة حرجة لكن مستقرة وقال مكتب الرئيس جاكوب زوما في بيان صباح اليوم تدهورت حالته مساء الجمعة ونقل إلى مستشفى في إبريتوريا مؤكدا أن حالتهما تزال محرجة لكنها مستقرة قبل الختام شاهدين بقي أن أذكركم بأبرز عنوين هذه النشرة تابعة قوات الجيش العربي السوري تقدمها اليوم باتجاه قرية البويضة وفجر هذا اليوم استطاعت تحريرها بالكامل رجال الوطن الأشاوس يدحرون الإرهابيين ويطهرون مدينة الأقصير وريفها بالكامل ارتياخ شعبي عارم لتقدم حماة الديار على الأرض وريف حمال شرقي على موعدا مع التطهير الكامل تركيا تلتهب بوجه أردوغان وانحناءته أمام الغضب تزيد نار التظاهرات المطالبة بإسقاطه ختم هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق شكرا لكرم المتابعة بأماني اشتركوا في القناة